اشتركوا في القناة مرحبا جلالته بهم منوها بهذه اللقاءات الخيرة والتواصل والالتقاء مع المواطنين والتي هي من اهم الركائز في مجتمعنا البحريني المتحاب ومن عاداتنا العربية الاصيلة النابعة من تراثنا البحريني العريق والتي كرسها الاباء والاجداد ونحرص على المحافظة عليها منذ عقود طويلة وترسيخها في نفوس الاجئال موسيقى 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 المترجم للقناة 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 الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله والقناة المترجم للقناة المترجم للقناة واحترام والنزاعات المترجم للقناة ويحفظ لنا المترجم للقناة 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 بمعدل تراكمي 3.62 الطلب المتميزون من المؤسسات التعليمية الخاصة طلبت جامعة البحرين الطبية الكلية الملكية للجراحين بإرلندا خالد حميد أحمد عسل إبراهيم عبدعلي صاحب الجلالة أيها الحضور الكريم كلمة سعادة الدكتور محمد بن مبارك وزير التربية والتعليم بسم الله الرحمن الرحيم سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك محمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظكم الله ورعاكم أصحاب السمو والمعالي والسعادة أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لشرف عظيم نيابة عن الأسرة التربوية كافة أن أقف أمام جلالتكم حفظكم الله ورعاكم لأرفع إلى مقامكم السامي أسمى آيات الشكر والامتنان لتفضلكم باستقبال أبنائكم وبناتكم ممن يمثلون كوكبة من المتفوقين والمتميزين وأصحاب الإنجازات المحلية والإقليمية والدولية في قطاع التربية والتعليم إن هذا التشريف لهو وسام فخر على صدر الأسرة التربوية ويعكس حرص جلالتكم الدائم في التواصل مع أبناء شعبكم الوفي من مختلف القطاعات ويجسد نهجكم الحكيم الذي نستلهم منه ونستنير به في خدمة الوطن من مختلف المواقع إنني يا صاحب الجلالة باسمي ونيابة عن الأسرة التعليمية والتربوية كافة لو أعبر لجلالتكم المعظم بأصدق العبارات والمعاني عن العرفان العميق لما تولونه من اهتمام موصول ورعاية سامية للأسرة التربوية وهو ما كان له بالغ الأثر في تطور قطاع التعليم ومثل خير حافز لمضاعفة جهودنا نحو الارتقاء بالنظام التعليمي وتحسين مخرجاته يزيدنا فخرا واعتزازا ما يله سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من دعم لقطاع التعليم من خلال المشاريع والبرامج التعليمية تجسيدا لرؤية جلالتكم حفظكم الله ورعاكم أن تتبوأ مملكة البحرين الريادة في مختلف المجالات وفي مقدمتها قطاع التعليم إن الأسرة التربوية لتهنئ جلالتكم حفظكم الله ببدء السنة الدراسية الجديدة في ظل ما هيأته حكومتكم الموقرة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله مما سيكون له الأثر الإيجابي في دعم جهود وزارة التربية والتعليم نحو القيام بمسؤولياتها على الوجه الأكمل سيدي حضرة صاحب الجلالة بفضل رؤية جلالتكم أيدكم الله وبدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تستلهم وزارة التربية والتعليم من توجهاتكم السديدة وتطلعاتكم السامية ما يعزز جهودها الدؤوبة لمزيد من تطوير النظام التعليمي إن استقبال جلالتكم حفظكم الله لأبنائكم وبناتكم الطلبة المتفوقين سيترك بالغ الأثر الجميل والراسخ في نفوسهم أمد الدهر سائلنا المولى العلي القدير أن يحفظ جلالتكم ويرعاكم وأن يجعلكم ذخرا وسندا لوطننا العزيز وأن يديم نعمة الأمن والأمان على مملكة البحرين وشعبها الوفي لجلالتكم إنه سميع مجيب الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبمناسبة الاحتفال بيوم المعلم العالمي الذي يصادف يوم الخامس من أكتوبر من كل عام تفضل جلالته الكريم بالتهاني للطلبة المتفوقين وبعبارات التقدير والاحترام للدور التعليمي والتربوي الذي يطلع به المعلم في نشر العلم وبناء القيم وتعزيز المواطنة وهو محل التقدير والاعتزاز مؤكدا جلالته بأن مملكة البحرين ماضية في دعم المسيرة التعليمية لتحقيق المزيد من المكتسبات والتطلعات لمستقبل أفضل وفي ختام اللقاء أعرب الجميع عن سعادتهم بهذه اللقاءات المباركة التي يحرص عليها جلالة الملك المعظم مع جميع أبناء البحرين الكرام والتي تعكس التلاحم والتواصل الوثيق بين القيادة وشعب المملكة الوفي وتعزز مشاعر المحبة والولاء والانتماء لهذا الوطن الغالي وقيادته الحكيمة حفظها الله ورعاها مثمنين الرعاية والاهتمام الدائمين الذين يوليهما جلالته لأحوال المواطنين والاهتمام بمصالحهم وما حققته بلادنا المعطاء في العهد الزاهر لصاحب الجلالة على مدى خمسة وعشرين عاما من منجزات حضرية وتنموية على كافة الصعود بفضل رؤى جلالته الحكيمة دعينا الله جل جلاله أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويديمه عزا وفخرا وذخرا لسندا للبحرين وأهلها الكرام وأن يمتعه بدوام الصحة ومفور العافية والعمر المديد وأن يوفقه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء لتعزيز نهضة الوطن ومكتسباته وتحقيق تطلعات أبنائه ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة